اعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي اهلا بكم في درس جديد من مادة علم الناس درسنا النهاردة بعنوان الزاكرة اهميتها وانواعها تعريف الزاكرة عشان نعرف يعني ايه زاكرة لازم نربط ما بينها وما بين الثلاث عمليات المعرفية اللي خدناهم قبل كده وهما الاحساس والانتباه والادراك تعالوا كده نفتكر بالراحة تلات عمليات دول كان مقصود بيهم ايه الاحساس كان مقصود بيه هو ابسط العمليات المعرفية اللي بيقوم فقط باستقبال المعلومات من العالم الخارجي او الداخلي الانسان وتسجيلها داخل العقل وكان بيتعامل لو تفتكروا مع المسيرات الخام يعني الغير مكهومة بعد تسجيل الاشارات او بعد تسجيل المسيرات في العقل تحصل تاني عملية معرفية وهي الانتباه والانتباه مقصود بيه التركيز على مسيرات معينة واهمال البعض الاخر تالت عملية معرفية او عملية عقلية اخدناها وهي الادراك ومقصود بيه الفهم هو اطفاء معنى ومغزى ودلالة على ما تنقله الينا عمليات الاحساس والانتباه من مسيرات ومنبهي المقصود بيه بالذاكرة الزاكرة هي نظام لتغزين ومعالجة المعلومات التي يستقبلها الفرد اللي بيحصل الاول بنخزن المعلومات ولا بيستقبلها الفرد هنقول بيستقبلها الفرد الزاكرة هي احد العمليات المعرفية وهي مغزى للمسيرات او المعلومات التي يتم استقبالها عن طريق عقل الانسان يبقى تقوم الزاكرة باستقبال المسيرات والمعلومات من خلال عمليات الاحساس او الانتباه او الادراك استقبالها يعني ايه يعني ادخلها الى العقل طيب بعد اما الزاكرة بتستقبل المعلومات او المسيرات عن طريق الاحساس او الانتباه او الادراك اللي بيحصل بتعمل لها عملية تخزين يعني ايه تخزين تقوم الخلايا الخاصة بالزاكرة بتخزين المعلومات او المسيرات او استبقاءها ليه عشان اما نحتاجها نرجعها تاني او نعمل لها عملية استرجاع معنى كده ان الزاكرة هي نظام زي ما قلنا طب يعني ايه نظام اول ما قول كلمة نظام مقصود بيها ان العملية دي عبارة عن عدة مكونات او عدة مراحل ونركز شوية في كلمة مراحل لشان يحتاج كمان شوية يبقى تاني الزاكرة عبارة عن نظام يعني عدة مكونات او عدة مراحل منتظمة مرتبة ايه هي المراحل دي تتكامل هذه المراحل او هذه الاجزاء مع بعضها البعض لكي تنتج الزاكرة يبقى الزاكرة عبارة عن عملية معرفية لها كم خطوة لها ثلاث خطوات وهنعرفهم كمان شوية اول حاجة بتقوم الزاكرة باستقبال المعلومات عن طيب الاحساس او الانتباه او الادراك بعد كده تقوم الزاكرة بحفظ او تغزين المعلومات اللي جات عن طريق الاستقبال بعد كده اما بنحتاج لاي معلومة متخزنة داخل الزاكرة بنعمل لها حاجة اسمها استرجاع عشان كده قلنا ان الزاكرة عبارة عن نظام مرتب مجموعة عمليات او مجموعة مراحل متكاملة مع بعضها البعض بتقوم بتغزين ومعالجة كلمة معالجة في ناس كتير او طالبة كتير ما بتشاهد تخضي منها كلمة معالجة مقصود بها التعامل مع المعلومات يبقى ازاكرة هي نظام لتغزين ومعالجة المعلومات التي يتم استقبالها الفرد والتي يقوم الفرد باستقبالها تاني تعريف عندنا وهو تعريف التذكر المقصود بالتذكر التذكر هو قدرة العقل على استرجاع المعلومات والخبرات التي تعلمناها عند الحاجة اليها يعني انا حفظت او خزنت جوا مخي ان عاصمة مصر هي القاهرة حلوة قوي ورحت مخزينها جوا مخي هل هي دلوقتي باينت مخي لا امش باينة طب رح حد جي سألني في الامتحان ما هي عاصمة جمهورية مصر العربية اللي هعمله هبحث في الزاكرة بتاعتي وروح مطلعة او عملت حاجة اسمها استرجاع المعلومة اللي كان اسمها ما هي عاصمة مصر يبقى التذكر هي قدرة العقل على استرجاع المعلومات او الخبرات التي تعلمناها عند الحاجة اليها طب يا طرق من اعام من الزاكرة اعام من التذكر ولا التذكر هو الا اعام من الزاكرة الزاكرة قلنا ان هي النظام يعني مجموعة مراحل مجموعة خطوات مكونات مرتبة مع بعضها تعمل ايه كنا بنستقبل المعلومات وبعد كده نخزنها وبعد كده اما بحتاجها بروح عملالها استرجاع لكن التذكر هو استرجاع فقط استرجاع نستنتج من ده ايه نستنتج ان مفهوم الزاكرة اعام واشمل من مفهوم التذكر فالتذكر هو نشاط الزاكرة يعني نقدر نقول ان التذكر هو الخطوة الاخيرة في الزاكرة تاني نقطة هنتكلم عنها النهاردة هي اهمية الزاكرة هل الزاكرة مهمة في حياتنا تخيلوا ان الانسان بيتولد عامل زي الصفحة البيضة دي مفهوش اي معلومات او عقله ما عندوش اي معلومات هيقدر يعيش هيقدر يتكلم هيقدر ياكل لوحده يقدر يشرب لوحده مش هيقدر يعمل اي حاجة ليه لانه ما عندوش اي معلومات اساسية بتوجهه هيعمل ايه في حياتك؟ معنى كده ان كل جوانب سلوكنا وحياتنا اليومية تتأثر بما نملكه من قدرتنا على تذكر الاحداث والخبرات الماضية لو زي ما قلت لكم مبخنة مش صفحة بيضة ده مبخنة عبارة عن الكثير والكثير من المعلومات والخبرات اللي اكتسبناها بدون الزاكرة لا نستطيع ان نواجه الحاضر او مخطط للمستقبل ايه هو الحاضر الوقت اللي احنا عايشين في دلوقتي يعني هاكل ايه هاشرب ايه هزاكر ازاي هو ده الحاضر طب المستقبل انا عايز ادخل كلية ايه تخيلوا انت لو ناسي اصلا انت ناوي تدخل كلية ايه فمش هيبقى فيها عندك لهدف تسع ورا ولا مذاكرة هتذاكرة عشان تقدر تحقق الهدف ده نستنتج من الكلام اللي احنا قلناه ان الزاكرة مطلب اساسي من مطالب الحياة يعني ايه مطالب الحياة يعني اي حاجة في حياتنا محتاج اذاكرة ناكل نشرب نسحى من النوم نغسل وشينا نروح المدرسة نجمي المدرسة نروح الشغل اي حاجة في حياتنا محتاج عدد كبير من المعلومات او الخبرات اللي متخزنة داخل الزاكرة تاني حاجة ان الزاكرة مطلب اساسي من مطالب التعلم تخيل ان كل اللي بتذكره بتنساه عمرك هتتعلم ابدا يبقى احنا محتاجين زاكرة عشان المعلومات اللي احنا تعلمناها تثبت داخل مخام الزاكرة مطلب اساسي من حماية الزاكرة بنتعلم في حياتنا وبنخزن داخل عقلنا ازاي نحمي نفسنا من الاخطار يعني مثلا النار ده مصدر خطر تخيلوا ان انا وانا ما عنديش معلومات بتقولي ان انا ماينفعش هقرب من النار فايه اللي هيحصل الانسان ممكن يتحرق من النار او يتأذي منها ايه كمان ممكن نحمي نفسنا منه المرتفعات ماينفعش ان انا اجي في مكان مرتفع جدا وقرب من الارتفاع ده ممكن الانسان يسقط من الارتفاع المرتفع دوت او من المكان المرتفع ده فايه اللي هيحصل الزاكرة هي اللي بتقولي ان انا ماينفعش هقرب من اي مكان مرتفع عشان ممكن اتعرض الازل. تنقسم مراحل عمل الذاكرة الى سلاسة مراحل. المرحلة الاولى هي مرحلة الاكتساب. المرحلة التانية هي مرحلة التخزين. المرحلة التالتة هي مرحلة الاسترجاع. مراحل عمل الذاكرة. تعالوا نفتكر كده تاني ايه هو تعريف الذاكرة. نقولنا ان الذاكرة عبارة عن نظام بيقوم بمعالجة المعلومات او المسيرات التي تم استقبالها. ساعتها قلت لكم ان كلمة نظام مقصود بي ان النظام ده عبارة عن مجموعة مراحل. قلت لكم خد بالكم كلمة مراحل. بده ما قلت منظمة يبقى المراحل دي متتابعة يعني ورا بعضها او منتظمة. وفي تعريف الذاكرة احنا تقريبا شرحنا المراحل بس مش بطريقة واضحة. تعالي نوضحها معي. انا عندي تلات مراحل لعمل الذاكرة. اول مرحلة تاني. احنا قلنا ان المراحل دي مراحل مرتبة. يعني ما ينفعش واحدة تيجي قبل التاني. هما بالترتيب. اول واحدة خالص الاكتساب. تاني مرحلة التخزين. تالت مرحلة هي الاسترجاع. ونفتكر التاني اللي احنا قلناه قبل كده في تعريف الذاكرة. قلنا ان عشان يحصل ذاكرة محتاجة تلات مراحل متتالية او متتابعة. اول مرحلة فيهم وهي الاكتساب. والمعصود بالاكتساب هو استقبال المعلومات عن طريق الاحساس او الانتباه او الادراك. المعلومات او المسيرات او الخبرات. كل الكلام ده صح. تاني مرحلة هي التخزين. بعد اما اكتسبنا المعلومات او الخبرات او المسيرات كل ده مظبوط. هتيجي تاني مرحلة وهي تخزين. انا خدت معلومات هواديها فين? هحطها في الذاكرة نفسها لها المغزن. هعمل لها تخزين. يعني ايه تخزين المعلومات? يعني استبقائها. يعني ايه استبقائها? بقعدها. يعني شوية لحد ما محتاج اليها. طب انا خزنتها. هفضل ما خزنها على طول? انا بخزنها عشان غرض معين. ايوه الغرض المعين اللي انا بخزنها عشانه هو الاسترجاع. اما احتاج ليه المعلومة? الاقيها. يبقى تاني. انا عندي ثلاث مراحل. مرتبين. كل مرحلة بتقدي لللي بعد الاكتساب. اخدت المعلومات عن طريق الاحساس او الانتباه او الادراك. بعد كده ارسلت المعلومات الى مغزن الزاكرة. وعملت لها حاجة اسمها استبقاء. قعدتها في قلب الزاكرة. ليه بقعدها? عشان محتاج اليها. الاقيها تاني. اللي هي عملية الاسترجاع. تعالوا نشوف الكلام اللي احنا قلناه ده مكتوب ازاي? اول المرحلة هي مرحلة الاكتساب. يستقبل فيها الفرد المعلومات من خلال حواسف. نفس الكلام اللي قلناه. تاني مرحلة مرحلة التخزين او استفقاء المعلومات داخل مغزن الزاكرة. ايه اللي مقصود بيها? بعد استقبال المعلومات اللي هي مرحلة الاستقبال يعني او الاكتساب. يتم وضعها في مغزن الزاكرة للمحافظة عليها لاطول فترة ممكن. تالت مرحلة هي مرحلة الاسترجاع. اولنا دي المرحلة الاخيرة? بعد تخزين المعلومات في مغزن الزاكرة يتم استرجاعها عند الحاجة اليها. نفتكر تاني ان المراحل دي مراحل مرتبة متسلسلة ورا بعضها. هنقسم الزاكرة لسلاسة انواع. والعلماء قسموا الانواع دي بناء على المدى الزمني او الفترة الزمنية. يعني الفترة الزمنية يعني كل نوع من انواع الزاكرة لمدى زمني او فترة زمنية مختلفة عن النوع التاني. منها الزاكرة الحسية. الزاكرة قصيرة المدى. الزاكرة طويلة المدى. تلات انواع دول مرتبين بالضبط زي المراحل. يعني الزاكرة الحسية بتحصل الاول. تاني حاجة الزاكرة قصيرة المدى. تالت حاجة الزاكرة طويلة المدى. انواع الزاكرة. تعالوا نفتكر مع بعض الثلاث عمليات المعرفية اللي اخدناهم قبل كده. طبا احنا كل مرة ما نيجي ندرس العمليات المعرفية. لازم ان نرجع للعمليات اللي قبلها ايوا لان العمليات المعرفية عمليات متدخلة مع بعضها البعض. ايه هي الثلاث عمليات اللي اخدناهم قبل كده? تاني. احساس. مش محتاجين بقى نشرحهم تاني. والانتباه. تالت عملية اللي هي الادراك. ناخد جنب الادراك عملية جديدة كده اسمها التعلم. يعني ايه تعلم? تعلم. هي عملية معرفية يقصد بها احداث تغيير او تعديل في سلوك الانسان. تغيير او تعديل في سلوك الانسان. هو كيف انا قلت ان انا عندي تلات انواع من الزاكرة. الزاكرة الحسية. الزاكرة قصيرة المدى. الزاكرة طويلة المدى. تعالوا ناخد مثال عشان نقدر نميز ما بين التلات انواع من الزاكرة. تخيلوا كنتوا في الفصل. وانا الطلبة عندي هتنقسم لثلات انواع. انا افترض ان انا قاعدة مثلا بشرح في ترس الزاكرة. اول نوع من الطلبة قاعد قداني. وسامع سامع يعني الاحساس. سامع كلام كويس. بس الكلام زي ما احنا بنقول بيدخل من هنا. ويخرج من هنا. مفهمش ولا كلمة من انا قلتها. طب هو سمعها ولا ما سمعهاش سمعها. لان ودنه مدخلة للعقل بتاعه بكل الاصوات اللي هو بيسمعها. فصوتي طبعا من ضمن الاصوات الكتير اللي هو بيسمعها فاكيد صوتي دخل لعقله. يعني حصله تسجيل صوتي داخل مخه. او داخل المخه او العقل. فاحنا بنعبر على الطالب ده بايه? بنقول ان الطالب ده الكلام عنده دخل من هنا وخرج من هنا. كأنه ما انتبهش او ما ركزت في الكلام فمجرد ان الكلام تسجل في مخه وتنس على طول. في نوع تاني من الطلبة. النوع التاني ده? الكلام دخل في ادنه. وصل في المخ. وحصل له تسجيل. يعني صوتي حصل له تسجيل جوه المخ. فصوتي دوت. اتسجل داخل المخ كمسير خام. فاكرين الاحساس بيتعمل مع المسيرات الخام? وبعدين طالب ده شاطر شوية. فلا ان كلامي ممتع او كلامي مستاهل ان هو يركز عليه. فقعد فعلا بركز معايا جدا في تعريف الذاكرة. ركز معايا كويس جدا. وطول ما انا بتكلم في تعريف الذاكرة هو معايا ومركز وبيقول ورايا والدنيا تمام. بس مجرد ما انا خلصت تعريف الذاكرة. واتنقلت على تعريف تاني او اتنقلت مثلا على مراحل عمل الذاكرة. جيت اسأله واقول له ايه هو تعريف الذاكرة? قال لي ننسيت. مش فاكر. يا ابني ما انت كنت رسا بتتكلم معايا وعملت ردد ورايا. والله يعني انا كنت مركز بعينكي بس ما عرفش ايه اللي حصل. انا نسيت. طيب. نوع بقى ثالث من الطلب. النوع ده احسن شوية وان شاء الله كلكم تبقى زيهم. ايه النوع الثالث ده. النوع ده. سمع صوتي. وصوتي تسجل جوه العقل او جوه المخ. بعد كده لقوا ان صوتي مهم شوية او الكلام اللي انا بقوله مهم شوية فابتدوا يركزوا عليه طول ما انا بشرح. وليكن تعريف الذاكرة. عمالين مركزين على تعريف الذاكرة. طب انا اتنقلت من تعريف الذاكرة لتعريف التذكر. هل هم ما نسيو? لا ما نسيوش. مخهم من جوه فضل شغال. فضل عمل معالجة للمعلومات او لكلام اللي انا بقوله. فجيت في اخر الحصة سألتهم ايه هو تعريف الذاكرة? قالوه بمنتاز سهولة. ايه هو تعريف التذكر? قالوه. ايه هي مراحل عمل الذاكرة? راحوا اقيلنها برضو. الناس دول او نوع الطلبة دول استخدموا العمليات اللي هي عملية الادراك وعملية الانات التعلي. طب تعالوا بقى اني رجع التالي من الاول. اول مجموع من الطلبة. اللي هم بيمثلوا النوع الاول من انواع الذاكرة وهي الذاكرة الحسين. اللي هم بمثابة الاحساس اخدوا المعلومات وسجلوها بس. ما انتبهوش اليها. طب اما ما انتبهوش اليها اللي حصلت? المعلومات دي اتناست. اتبخرت من مخهم. تاني نوع من الطلبة اللي هم بيمثلوا الزاكرة قصيرة المدى ركزوا شوية على المعلومات ركزوا بده مركزوا يبقى احنا في اي عملية معرفية الانتباه شاطرين يبقى معنى كده ان الزاكرة قصيرة المدى بتمثل الانتباه الناس دي فضلت مركزة حلوة اوة معايا بس بالكتير قوي 30 سنة وبعد كده بينسوا المعلوم طب الناس الاحسن بقى شاطرين متفوقين عملوا ايه دخلت لهم المعلومات من خلال الزاكرة الحسية بعد كده الزاكرة قصرت المدى بعد كده دخلت على طويلة المدى مقوم قاعد يعمل معالجة او تعامل مع المعلومات بس معالجة بطريقة اعمق شوية من خلال عملية الادراك اللي قال فيه ومن خلال عملية التعلم عشان كده المعلومات سبتت ومقهم اكتر الناس دي بتمثلهم الزاكرة طويلة المدى اللي هي بتصاحب الادراك والتعلم تعالوا بقى نشوف الكلام اللي احنا قلناه مكتوب زي انواع الزاكرة اول نوع هي الزاكرة الحسية اللي هي قلنا بتصاحب مين الاحساس فترتبط الزاكرة الحسية بعملية الاحساس نفس الكلام اللي قلناه وتحتفظ بالمعلومات في صورتها الحسية الاولية او الخام قلنا يعني خام غير مفهومة المسير الحسي او المعلومات او الخبرات يظل في الزاكرة الحسية لفترة قصيرة جدا جزء من الثاني عشان كده احنا بنقول ايه؟ الكلام دخل من هنا وخرج من هنا وملحقش يقعد فترة طويلة ثم ينسى او يفقد ما لم يتم الانتباه اليه او التركيز عليه تصنى في الزاكرة الحسية حسب عضو الحس ازاي حسب عضو الحس مش احنا لسه قالين من شوية ان الزاكرة الحسية دي بتصاحب الاحساس والاحساس عندنا مرتبط بالحواس اللي هو السامع والبصر والشم والتزوق وهكذا الحواس اللي احنا اخدناهم قبل كده فمعنى كده ان الزاكرة الحسية دي مرتبطة بالحواس يعني مثلا في زاكرة حسية بصرية دي بتدخل المسيرات البصرية الى الزاكرة مسيرات او زاكرة حسية سمعية او زاكرة حسية شمية او زاكرة حسية لمسية تاني نوع من انواع الزاكرة هي الزاكرة قصيرة المدى ترتبط الزاكرة قصيرة المدى بعملية الانتباه تحتفظ بالمعلومات او الانتباعات الحسية التي تأتيها من الزاكرة الحسية احنا قلنا ان انواع الزاكرة مرتبة يعني الزاكرة قصرة المدى مش هتحصل إلا ما يحصل قبلها الزاكرة الحسية تحتفظ بالمسيرات أو المعلومات من ثانية لنصف دقيقة اللي هو 30 ثانية ثم تنسى ما لم يتم نقلها للزاكرة طويلة المدى الزاكرة قصرة المدى هي زاكرة مؤقتة يقال عليها بعض الناس أن هي زاكرة شغالة أو زاكرة عاملة كلام ده صح يسمعها شغالة فعلا طب ليه هي زاكرة شغالة أو زاكرة مؤقتة أو زاكرة عاملة فاكرين الطالب أو مجموعة الطلبة اللي أنا كنت بشرح عليهم من شوية الزاكرة قصرت المدى وقلت أن الطلبة دي طول ما أنا بشرح طول ما أنا بشرح وشغالة مخهم شغال معي ومجرد ما خلصت الجزء اللي أنا بشرح فيه أهملوه فتنسى ليه أهملوه فتنسى لأن الزاكرة دي الساعة بتاعتها أو الفترة اللي بتقدر تحتفظ بها بالمعلومات فترة صغيرة جدا من ثانية إلى تلاتين ثانية فترة صغيرة جدا والزاكرة بتفضل دائمة العمل فيها زي الفترة الصغيرة زي ما قلنا تسمى بالزاكرة المؤقتة لأنها تتعامل مع المسيرات التي لا تحتاج إلى تغزين فترة طويلة زي إيه مثلا زي عندما يحاول شرط المرور أن يستعيد رقم السيارة المخالفة التي مرت أمامي الراجل أو الشرطي بتاع المرور لو أي سيارة عدد من قدامه مخالفة اللي بيعمله بسرعة بيبص على الرقم الرقم ده بالنسبة له مسير بصير حس بيدخله عن طريق الزاكرة الحسية بعد كده بيركز عليه أكتر عشان هو محتاجه وبيدخله في الزاكرة قصيرة المدى بس وبيروح مركز عليه وكاتب الرقم طب لو أنا جيت بعدها بساعة مثلا وقلت له إيه رقم السيارة اللي أنت لسه كاتبها من شوية هيفتكرها لأ طبعا هي بالنسبة له مش مهمة هو بالنسبة له كاتشيء مؤقت أنا حفزتها بسرعة عشان أكتبها في الورقة اللي معايا وبعد كده هتتنسي ثالث نوع من أنواع الزاكرة هي الزاكرة طويلة المدى وتحتفظ بالمعلومات أو الخبرات قلنا الاتنين واحد أو المسيرات التي حدثت في الماضي البعيد الذي قد يصل إلى سنوات طويلة ترتبط الزاكرة طويلة المدى بعمليتاي زي ما احنا قلنا الإدراك والتعلم عشان دي بتحتاج لتركيز أكتر ومعالجة أكتر من العقد فالتعلم والإدراك يتعاملان مع المسيرات بطريقة معينة لأي كلمة المعالجة تسمح بتذكرها بعد فترة طويل مثال عندما نتذكر حدثا مر بنا في سنوات الطفولة إيه الزاكرة طويلة المدى دي زي اسمنا سننا الأسرة بتاعتنا المكان اللي احنا ساكنين فيه كل المعلومات دي معلومات بنحتاجها حتى نهاية العمر يبقى الزاكرة طويلة المدى ترتبط بالمعلومات اللي بتحتاج لفضل التخزين طويلة جدا ممكن تصل إلى مدى الحياة وبكده يبقى خلصنا الجزء التالت والأخير من موضعنا الزاكرة أهميتها وأنواعها وإلى اللقاء في موضوع جديد من مادة علم الناس ترجمة نانسي قنقر